بقوليات ودي برضو من الحاجات اللي ممكن إحطار فيها العلم نلاقوا لو واحد خد ميت جرام بس سواء عتس أو فول أو بسلة يومياً هتقل نسبة الجلدة المخوة جلدة قلت نسبة 28% قولنا تاني بسلة بسلة والفول والعتس طب الفول ده أساسي تمام بس الفول برضو الشاجة حط عليه زيت مقدوح زيت زاتون أو زيت عادي كريستال عادي بتاقتدي يعني إيه ما حصلش فيه تحويل أو فول من غير زيت يعني أو ده بزرق كتان بيقولوا عليه كويس قوي لو هو زيت الحار دول نيجي بقى للحاجات الحبوب اللي حاجة بتقدي عليها دي دي برضو من الحاجات اللي بتقلل الكوليسترول زي الشفان الحاجات اللي بتقلل الكوليسترول وبتحس من كفاءة المعدة ولو برضو نسبة معلقة صغيرة من الشفان يومياً لما معلقة كبيرة بتقلل برضو نسبة الكوليسترول بطر حلوة مع زبادي مع فكها بالضبط وعند ده الهول جرين هو الشفان يعني أشهرهم في عندنا الفاتي فاشت أو الأسماك اللي فيها دهون مش دهون عادية دهون أحادية التشبه مش كوليسترول خالص مش كوليسترول خالص ده بالعكس دي بقى ده دي حوضتش الفاتي أسدس دي بتقلل الكوليسترول شكرا ترجمة نانسي قیل